فالذكر كنت أقول أكثر سورة فيها الذكر أكثر سورة فيها الذكر حفاظ الله قبل أن أعاجل أكثر سورة فيها الذكر بالتعريف خمس مرات خمس مرات الذكر السورة التي فيها أكثر النذر أكثر موارد النذر في الكتاب العظيم بجمع النذر وليس الإنذار ولا النذار النذر إحدى عشرة مرة في سورة واحدة ليس في سورة مثل ما في هذه السورة من النذر هذه السورة أكثر السور ذكرا للذكر من عقل فقط عقل ومن سمع ولم يعقل كيف يعقل ماذا بقي فيها الذكر بالتعريف اسمع قال المشايخ الذكر الآن أخرجوا المشايخ قل له ما الذكر أيها الشيخ الهرم ما الذكر أيها الدكتور ما الذكر ذكر القرآن سيقول قل له فاسمع إن كنت تؤمن بهذا الذي يتلى في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر تقول كفرة ثمود لنبيها صالح كما قال رب العالمين اسمعوا كذبت ثمود بالنذر هذه حفظوها أخواني المؤمنون وافرحوا إن قوما سمعوا الذكر فاتقوا الله وخشوه أولئك هم الناجون كما تلون وكما سنتلو في سورة ياسين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم لأنه سمع فاتق وأعذر إلى الله فقالت ثمود كما قال رب العالمين تعالى اسمه العظيم عن قيل ثمود كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتابعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر حاشا صالحا قال الله قال رب العالمين قال الرحمن الذي أهلك المجرمين وأهلك أهل الذكر الأولين قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أرجع معكم ماذا قال كفرة ثمود ألقي الذكر عليه من بيننا الذكر يقال للتعريف كان القرآن مع صالح اسأل المشايخ كان القرآن مع صالح سيقولون لك له قلوا لهم كيف وقد قالت كفرة ثمود ألقي الذكر عليه من بيننا أقرأ لكم من سورة صاد قال كفرة قريش اسمعوا أأنزل عليه الذكر من بيننا كفرة قريش في سورة صاد يقولون هذا لنبي الله أأنزل عليه الذكر من بيننا كفرة ثمود يقولون ألقي الذكر عليه من بيننا سمعتم ذات الآيتين فأين القرآن كان مع نبي الله كان مع صالح كتاب كل المشيخات وجب وجب وهم راغمون أن يقولوا ما كان مع صالح كتاب وليس مع صالح كتاب عليه سلام الله في العالمين ما كان معه ولم يكن مع نوح وسأتي على نوح إنما سمعتم اسمعوا هذا وحملوه وراغموا المخالفين الذين يدفعون الكتاب ويدرعونه كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا ها هو الذكر بالتعريف بأل التعريف وليس ثمة كتاب ولا نعلم أن القرآن كله كان مع صالح ولا نعلم شيئا من هذا فما الذكر اسمعوا عباد الله ما الذكر قال الله كذب كذب الثمود بالنذر فلما قال الله قال النذر فقال الثمود عن النذر هذا ذكر فالذي كان على لسان صالح من قول الله ووحيه نذارات ونذر قالها الله جلية النذر جاء صالح بالنذر فقال الكفرة هذا ذكر هذا الذكر فالذي سماه الله النذر سماه المشركون الكفرة هذا ذكر هذا الذكر كذلك كفرة قريش يتلى عليهم الكتاب ولم يسم الله ولا رسوله الذكر قبلها انتبه في سورة صاد قال الله صاد والقرآن ذي الذكر هنا الله تعالى اسمه أنزل هذا ولم يبلغ هذا الكلام المشركين بعد بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم الآن بدأ الكلام عنه لأن هذا الكلام ذكروا الآن ذكرهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم من الذي جاء منذر سمعه كذب الثمود بالنذر وعجبوا أن جاءهم منذر منهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا ما أتاهم النبي قال لهم جئتكم بالذكر كلام جاءهم نذير فإذ جاءهم نذير ونذر قالوا هذا ذكر نذكر به فهمتم إخواننا هذا يعني أن المشركين الأولين والعرب الأقحاح أذكر لهم نذرا يقولون هذا ذكر والذكر عند العرب الأقحاح النذر واضح الكلام ولا ندع هذا الكتاب ونتبع الجهلة المخالفين واضح جماعة بين صاد والقمر قال الرحمن سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبه اقرأوا سورة القمر ماذا كان وراءها فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذري قالها في سورة القمر كثيرة كيف كان عذابي ونذري الله أكبر كبير كيف يترك هذا ويغفل عن هذا ويتبع ذاك الأعور وذاك الضال وذاك المخالف وذلك المبدل ندعو هذا الكتاب كيف كان عذابي ونذري صال المشركين ما عذاب الله ونذره يقولون الذكر بالتعريف والده فتعاطى فتعاطى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر